بسم الله الرحمن الرحيم عقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء وهو اجتماع استثنائي هذا اليوم السبت 11 من أيلول 2021 دعا إليها السيد رئيس مجلس الوزراء وحضره الوزراء والسادة المحافظون وقادة الهجزة الأمنية وبالطبع سيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف وكان موضوع هذا الاجتماع الاستثنائي موضوعا واحدا وهو دعم المفوضية وتوفير كل ما تحتاجه لإنجاز انتخابات عادلة في ظروف ملائمة وخاصة نحن على مقربة من إنجاز الانتخابات في العاشر من الشهر القادم تمت مناقشة طلبات المفوضية الجديدة السيد رئيس المفوضية القاضي جليل سيصلط الضوء عليها الآن وفقط ودت أن أشير إلى ما فعلته الحكومة من دعم للمفوضية في قراراتها المتخذة في مجلس الوزراء سابقا وهي قرارات عديدة خاصة الدعم لبرمجيات إجراء الانتخابات وتعاقدات استثنائية من أجل الإسراع في عملها وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز الانتخابات الحكومة أيضا عملت على توفير بيئة أمنية ملائمة وشرعت منذ الآن بتوفير هذه البيئة اليوم القادة الأمنيون أكدوا استعدادهم لتوفير هذه البيئة والمناخ الأمن الملائم لإنجاز الانتخابات ما طلبته المفوضية اليوم تمت تلبيته بقرار من مجلس الوزراء صوت عليه السادة الوزراء والآن السيد القاضي جليل يسلط الضوء على بعض هذه الطلبات التي لبيت هذا اليوم تفضل سيد القاضي شكرا جزيلا دكتور السلام عليكم حقيقة هذا اليوم حضرنا في هذه الجلسة الاستثنائية وعرضنا احتياجات المفوضية وكانت تجمع بين هذه الطلبات فكرة وهي أن تكون الانتخابات رصينة وكيف يمكن تعمينها بشكل يجعل المواطن العراقي يأمن على أصواته التي وكلنا أن نحفظها بكل ما أوتينا حقيقة الأمر الاحتياجات كانت تتمحور حول كيف نجعل الانتخابات المقبلة انتخابات نزيهة وانتخابات واضحة لمن يراقبها حقيقة الأمر كانت هذه الاحتياجات 17 احتياج وكان في مقدمة هذه الاحتياجات هو أن نؤمن وصول عصر ذاكرة من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني وبشكل سريع جدا يجعل المفوضية قادرة على أن تلبي الالتزام وهو إعلان النتائج خلال 24 ساعة وضمن خطة تعدها المفوضية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا أيضا كان المفوضية طلبات تتعلق بتسهيلات بعض الإجراءات المالية وبعض الإجراءات الأمنية وبعض الإجراءات اللوجستية التي تحتاجها كدعم المحافظين في المحافظات كافة نشكر من هنا ساد المحافظين على مساعدتهم وتلبيتهم لما تحتاجه المكاتب الانتخابية في المحافظات شكرا جزيلا إلى الحكومة وعلى تلبيتها السريعة لهذه الجلسة التي وافقت من خلالها على ما طلبته المفوضية شكرا جزيلا